المال الحرام بين الإنسان والمال علاقة وطيضة قال الله تعالى عنها في كتابه الكريم مخاطباً الناس وتحبون المال حباً جم وقد أوضع الله في الإنسان شهوة حب المال كي يسعى في تحصيله لكونه وسيلة لتحسين مستوى الحياة وعمل الخير ولكن من أجل مصلحة الفرد والجماعة وضع الإسلام شروطاً وضوابطاً معينة لتحصيل المال وكسبه بحيث إذا تجاوزها الإنسان أثناء سعيه لتحصيل المال عد ماله المكتسب مالاً حراماً إذن في الإسلام يسمى المال المكتسب من طرق غير مشروعة ومسموحة من قبل الشرع بالمال الحرام وجوه المال الحرام يعبر عن المال الحرام بالصحت يقول الإمام الصادق عليه السلام والصحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاط وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة وورد عنه عليه السلام السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن تتسع دائرة المال الحرام لتشمل كل ما يقتنيه ويحوزه الإنسان بطرق غير مشروعة وهكذا فقد يكون المال الحرام طعاما أو شرابا أو منزلا أو غير ذلك المراد من أكل المال الحرام مطلق التصرف به أي استهلاكه فمثلا إذا كنت تقود سيارة مسروقة هذا يعني أنك تأكل مالا حراما ويتجل أكل المال الحرام أيضا في رب العمل الذي يقتطع من حق أجيره والموظف الذي لا ينهض بمسؤولية وظيفته والتاجر الذي يغش في سلعته أو غير ذلك ويعتبر عدم تخميس الأموال من مصادق أكل المال الحرام يعد المال أحد أشكال الرزق المادي وأحيانا قد يتأخر الرزق عن بعض الناس لحكمة يعلمها مقدر الأرزاق ومقسمها نتيجة لذلك ونتيجة لجهل الناس بالعواقب والآثار السيئة لأكل المال الحرام يستعجل بعضهم في الحصول على المال حتى لو كان عن طريق الحرام آثار أكل المال الحرام يولد أكل الحرام العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع ويدعو إلى تفكيك الروابط الإنسانية والاجتماعية وعلى صعيد الفرد يؤثر أكل المال الحرام في النفس والروح والقلب فيزرع في نفس الإنسان شجرة القصوة بالتدريج ومع كل أكلة حرام تنمو تلك الشجرة لحد يصبح معه الإنسان قاسي القلب وعينه جامدة عن الخشوع والبكاء وقد يمنع أكل الإنسان للحرام من نصرة الحق بل خذلانه وربما نصرة الباطل والكون في زمرة قتلة أبناء الأنبياء عليهم السلام لضعف البصيرة أو انعدامها فقد روي أن من صفات المحتشدين في مواجهة الإمام الحسين عليه السلام مع جيش ابن سعد وفي الذين تخلفوا كذلك عن نصرته أنهم ملئت بطونهم حراما كما خاطبهم الإمام الحسين تمتد آثار أكل المال الحرام إلى العبادات أيضا فتؤدي إلى عدم قبولها ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن أحدهم يرفع يديه إلى السماء ويقول يا ربي يا ربي ومطعمه من حرام ومكسبه من حرام وغذي من حرام فأن يستجاب لهذا وأي عمل يقبل لهذا وهو ينفق فيه من غير حل ويطال الأمر عبادة الحج أيضا فقد روي عن الآئمة عليهم السلام أنهم قالوا من حج بمال حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي ولا سعديك آثار أكل المال الحرام لا تقتصر على الشخص الآكل للحرام فقط بل تمتد لتصيب الذرية فالأبناء الذين انعقدت نطفهم ونبتت لحومهم من أموال الحرام ستحملهم آثار الحرام على ارتكاب الحرام فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام كسب الحرام يبين في الذرية وفي الآخرة لن يفلت آكل مال الحرام من العقاب فقد ورد عن الإمام الصادق أنه قال من أكل مال أخيه ظلماً ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيام الإنفاق من المال الحرام قال الإمام الهادي عليه السلام لأحد أصحابه إن الحرام لا ينمى وإنما لا يبارك له فيه وما أنفقه لم يؤجر عليه وما خلفه كان زاده إلى النار